أوضح مجلس القضاء الأعلى أن إلغاء الأحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدععين بالحق الشخصي يكون في حالة كانت الجريمة من جرائم الحق الخاص أما إذا كانت من الحق العام فأن التنازل لا يعني إلغاء الحكم وفيما يخص موضوع تقديم الطعام للموقفين والمحكمين والمدععين في سجون الإصلاح فقد أوضح القضاء بأن وزارة العدل هي المغتصة بذلك حيث تتعقد الوزارة المذكورة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الأحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمدععين والموقفين